اعزائي طلبة وطالبات الدراسات العليا دبلوم التجارة الدولية والقانون الدولي كل سلامكم طيبين ودي اول محاضرة لنا مع بعض في هذا العام الجامعي وان شاء الله هندرس مع بعض كتاب اسمه تنازع الكوانين في مجال المسؤولية التقصيرية دراسة طبقية على مسألة اتاح المصنفات على شبكة الانترنت طبعا زي ما انتم عارفين ان التطور التكنولوجي الموجود حاليا وسهولة انتقال البيانات والمعلومات عبر شبكة الانترنت سهل بشكل كبير جدا من فكرة الاعتداء على حقوق المؤلف بشكل كبير ودي هندها هتلمسوها حتى بشكل عادي يعني هتلاقوها مثلا انه مثلا ممكن واحد عايز اغنية معينة فيروح نحملها بشكل معين من على الانترنت طبعا هذا الشكل طبعا بيكون غير قانوني غير قانوني ليه؟ لانه بدون اذن المؤلف نقطة تانية برضو متراتبة على هذه الجزئية انه حق المؤلف دلوقتي بيعتاد عليه على شبكة الانترنت تماما على مستوى العالم وبالتالي انه زي ما احنا قلنا انه ممكن مسلا يكون واحد عنده مصنف في دولة معينة وتم الاعتداء على مصنفه ده في دولة اخرى تاني عن طريق شبكة الانترنت برضو انه هو يكون مسلا اقتاحه بشكل غير قانوني على هذه الشبكة وبالتالي هنا بقى عندنا مشكلة فيه كمان مسألة ايه؟ مسألة بقى ايجاد القانون على وجه بتطبيق لان احنا دلوقتي زي ما انتم عارفين انه المبدأ الاخليمية بيبقى هو المسيطر على قوانين حقوق الملكير الفكري طبعا هنا لما نتكلم على الاعتداء من دولة اخرى طبعا زي ما انتم عارفين هنتخش بقى في اطار ايه؟ في اطار القانون الدولي الخاص وبالتالي هنبقى هيبقى عندنا هنا مسألة طبعا تنازل القوانين وعايزين نعرف ما هو القانون الواجه بالتطبيق على مسألة سواء بقى حماية هذا الحق او مسألة تعويض هذا المؤلف تعويض المؤلف عن ايه؟ عن الدرق الذي يلاحقه بسبب هذا الخطأ اللي هو متمثل في ايه طبعا في الاعتداء على حق المؤلف طيب هنا عندنا تلات نقاط اساسية يبقى احنا عندنا تلات نقاط اساسية هنتكلم فيهم ان شاء الله ايه في هذا العام الجماعي اول جزئية بنتكلم عن حقوق المؤلف واتاحت المصنفات على شبكة الانترنت طبعا اللي هو مسلا دي اول دبلوما ليه هيبقى بالنسبة له ما درسش قبل كده موضوع حماية حق المؤلف وبالتالي احنا هنا عايزين ناخد فكرة عامة عن يعني ايه اصلا حق المؤلف يعني عايزين نفهم الاول قبل ما نتكلم بقى عن فكرة تنازع القوانين او القانون الوجب بالتطبيق عايزين نعرف الاول يعني ايه حقوق المؤلف ويأي هي حقوق المؤلف دي وبعد كان يكام عن اتاحتها ساعة المصنفات على شبكة الانترنت فدي اول نقطة نخش على النقطة التانية النقطة التانية القانون الوجب بالتطبيق بشأن المسئولية عن اتاحت المصنفات على شبكة الانترنت يبقى دي هنتكلم برضو عن ايه عن بقى ما هو القانون جبالتطبيق ده السؤال اللي نسأله بشأن المسئولية عن اتاحت المصنفات على شبكة الانترنت النقطة التالتة هنتكلم عن مدى امكانية تطبيق قانون الارادة بشأن المسئولية عن الاعتداء على حقوق الملكية الفكري فالمعضو هنا واخد ايه? تلات مراحل زي ما احنا قلنا. انه الاول هنعرفك يعني ايه? حق مؤلف. من الاول كده. يعني ايه الفكرة? يعني ايه الجديد? ايه اللي انت ما درسوش قبل كده وعايز تعرفه عن حق المؤلف. التاني حاجة هنتكلم عن القانون الوجب بالتطبيق. والتالت حاجة هنشوف كمان امكانية تطبيق ايه? قانون الاراضة. دي التلات نقطة الاساسية اللي احنا نتكلم فيها ان شاء الله ايه? خلال هزا العام. طيب ناخد بقى نقطة نقطة كده ونتكلم فيها ايه? بالراحة. ان شاء الله انا هده هنبتدي في اول نقطة. اللي هي بتتكلم عن ايه? عن حقوق المؤلف واتاحت المصنفات على شبكة ايه? على شبكة الانترنت. طيب. من الاول كده عشان يبقى عارفين. انه حقوق المؤلف تنقسم لنوعين. عندنا حقوق ادابية وحقوق مالية. يبقى احنا كده في الاول عندنا ايه? عندنا حقوق المؤلف. عندنا في منح حقوق ادابية وحقوق مالية. طيب. دي اول حاجة لازم نبقى ايه نبقى عارفينها فيما يتعلق بحق المؤلف. لما حد يكلمك عن حق المؤلف يبقى لازم تتعرف ان في جزئتين او في فرعين. في حق ادبي وحق مالي. طيب. وده يخلينا نتكلم عن حقوق المؤلف الادابية والمالية. طيب. ناخد بقى نقطة نقطة. اول حاجة الحق الادبي للمؤلف. هو هل الحق الادبي ده ممكن حد يعتدي عليه? اه. برضو. يعني مش بس الحق المالي الممكن يعتدي عليه. لا. كمان الحق الادبي ممكن شخص يعتدي عليه. تعالوا كده نشوف مع بعض نص المادة 143 من قانون المكية الفكرية المصري. نشوف بيقول ايه. هنراكم نص المادة. بينص على يتمتع المؤلف وخلفاه العام على المصنف بحقوق ادبية ابدية. حيث تاني. بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلي. يبقى هنا المؤلف وخلفاه العام بيتمتع بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل. يبقى في الحقوق الادبية دي زي ما حرفي بقى من خصائصها ان هي ايه? ان هي غير قابلة للتقادم. يعني مؤبدة. حنشوف ذا ايه وهديكم عن السيد bloody. عندنا تلاتة حاجة. يعني تشمل هذه الحقوق ميالي. فيه هما التلاتة حاجة. ايه هما التلات حاجات دول? اول حاجة اتاعة المصنف للجمهور لأول مرة. اتاعة المصنف للجمهور لأول مرة. وحنناخد نقطة نقطة ونشرحها بالتفصيل بعد كده. تانية حاجة. الحق في نسبة المصنف الى مؤلفه. تالت نقطة. الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفاً له. وهنكمل بعد كده المادة بتقول ولا يعادل تعديل في مجال الترجمة اعتداءاً إلا إذا إيه إذا أخفى للمترجمة الإشارة إلى مواطن الحسف أو تغيير أو أسائب عمله لصمعة المؤلف ومكانته دي هنشوفها بعديه. بس اللي هي مني نوع ايه النقطة التالتة اللي هي ايه? الحق في مانع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له. برضو هديكم أمثلة وهنشوفها بالتفصيل. طيب. كمان المادة 144 زودت آآ فاكرة بتقول إنه للمؤلف وحده إذا طرقت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المال. برضو دي هنشوفها بتفصيل. أنا بس ايه قطر لكم نص المادة عشان تبقوا ايه عارفين ايه اللي هنتكلم عنه فيما يتعلق بالحق الأدبي للمؤلف. طيب. احنا قلنا في الحق الأدبي للمؤلف اللي هنتكلم على ايه? على اول نقطة تتكلمنا فيها اللي هي إتاحة المصنف للجمهور. يعني طب ايه الفكرة في كده? يعني ايه الحق الأدبي في إنتاحة المصنف للجمهور? بمعنى. تخيل مثلا ان مثلا في واحد بيقلف رواية او بيقلف مقطع موسيقى. وبعدين هو مش عايز يعني يتيحه للجمهور دلوقتي. مش عايز ينشره دلوقتي. ليه؟ عايز يعدل فيه. عايز يدف له حاجة. عايز يزود له حاجة. عايز ينقح فيه. وما إلى ذلك. طيب يبقى تلا ما هو مقررش المؤلف ان هو يتيحه للجمهور. يبقى هو كده ايه? الحق ده نفسه هو حق ايه? حق أدبي للمؤلف نفسه. بمعنى ان ما ينفعش مثلا واحد يلاقي مثلا واحد عمل مقطوع او عمل مثلا مؤلف معين او مصنف معين. فيقوم ايه واحد غيره ياخده ويروح نشره. ده حق أدبي. من كان ينفع الحق ايه? الادبي. وبالتالي انه المؤلف هو اللي لي السلطة المطلقة في تقرير ايه? مدى ملائمة خروج المصنف في الجمهور. او يحتفظ به او يركينه على الجنب شوية لما يحب ايه? يعني اه ودي حتى تلاحظوها حتى لو ايه يعني مع كده ايه? لو اللي منكم بيشوف مسلا الحوارات مسلا مؤلفين يقولك مسلا ايه? الفكرة بتاعت الفيلم ده او الرواية دي كانت عندي بقالها مدة طويلة. بس مسلا ما كانش في وقت المناسب اللي انا اطلعها. فانتوا حتى تلاحظوا الكلام ده. وده بيعبر عن حق المؤلف. انه المؤلف بيقولك ان انا دلوقتي انا في فكرة في دماغي عايزة عاملها. وكذبت فيها. بس ممكن مسلا بعد فترة يجي يعدل فيها شوية. او ممكن لأ انا شايف انه مش ده وقتها المناسب مسلا. او ان انا مش حاسس ان هي مكتملة. وبالتالي هضطر ان انا استنى عليها شوية. يبقى مين بيقرر? وبعدين هيقرر ان هو يتيحه للجمهور. يقول خلاص انا هتطلع ايه? المصنف ده انا هتيحه للجمهور وخلي اللي ناس تشوفه. يبقى مين صاحب القرار هنا? صاحب القرار هو المؤلف نفسه. وده زي ما قلنا ده حق ايه? حق ادبي للمؤلف. وبالتالي انه المؤلف هو بس اللي لي ايه? صوت التقرير مدى صلاحية المصنف للنشر. يعني هو اللي بيحدد امتى المصنف ده خلاص كده بالنسبة لك تمال خلاص? واقدر ان انا اتيحه للجمهور والناس تشوفه وايه? مش بس كده. ده ممكن كمان يتيح للجمهور سواء المصنف كامل او ينشر الاول وصف لهذا المحتوى. ده حسب برضو رؤيته. يعني زي ما بتلاحظوا مسلا في الافلام مسلا. تلاقيه مسلا قبل الفيلم كده مسلا ما ينزل باسبوعين او باسبوع. يروح منزل حاجة ايه? يسميها تريلر او اللي هو بيسموه اللي هو الاعلان بتاع الفيلم. وساعة ممكن ينزل مسلا اه على اليوتيوب او ممكن ينزل كاعلانات او ينزل في تلفزيون. بيدي كده فكرة عن المصنف. يقول لك الفيلم ده مسلا بيتكلم عن قصة كزا او في الحاجات فلانية. بيدي كده لقاطة من مين بيحدد ده كله برضو بيبع عن طريق ايه مؤلف او ايه مؤلف هزا المصنف. هو اللي بيكرر ان هو هيتيحه مرة واحدة. لجمهور بشكل كامل او هيدي وصف لهزا المحتوى وبعدين ينزل او هو في نفس الوقت او بعدها ينزل بقى المصنف كامل. كل ده في ايد المؤلف لان هو ايه صاحب الحق الادبي في هزا الشعر. طيب النقطة دي فهمناه. طيب في سؤال بقى دلوقتي. وزي ما تكلمنا فيه من شوية. هل المؤلف يقدر مسلا بعد ما سلمه الناشر يكتشف ان هو لأي سبب ان كان بقى اه ظروف المحيطة او الاجتماعية لا تسمح او ان هو هيتأثر بأي شكل ما ان هو يخلي الناشر ما ينشرش هزا المؤلف. يعني تخيل مسلا واحد مسلا عايز يعملك رواية معينة يكتب رواية معينة. وبعدين ادها للناشر. طيب هو خلاص اتفق مع الناشر. على مسلا عدد نسخ معينة. تخيل بقى ان هو مسلا ممكن بعد مخاصل الناشر عمل حسابه على كده وهيلتزم بالعقد. انه حصل انه هذا اه المؤلف حاب يتراجع. قالك لا انا مش عايز انزل برضو اتيح المصنف زار الجمهور دلوقتي. فهل يقدر? طبعا وفقا لحق الادبي اه. يعني حق زي ما قولنا حق المؤلف هو حق ادبي في مسألة ايه? اتاحة المصنف الجمهور. وبالتالي مش بمعنى ان هو اده الناشر ان هو ايه? ان هو تنازل عن هذا الحق. لأ. برضو من حق المؤلف. الامتناع. سواء بقى الامتناع عن تنسيم المصنف. يعني اتفق معاه ان هو هيسلمه هذا المصنف. اه حتى لو فيه اتفاق. طبعا هنا الحق المؤلف هو حق ايه? حق خاص بقى المؤلف مش بالناشر. لكن نخلي بالنا من حاجة. انه الحق ده مش هيمنع انه بفيه اثار كنونية مترتبة على ايه? على التعويض لجابر الضرق الذي اصابه مين? اصابه الناشر. لان برضو ولو فيه برضو مقابل استلموا هذا المؤلف من الناشر برضو هيتطر ان هو ايه? ان هو هيرد هذا المقابل. لانه طبعا كده خلاص هو تلاجع بس طبعا ممكن هذا الامر يسبب ضرر لمين? للناشر اللي هو كان خلاص هيبتدي ينشر هذا المصنف وبعدين تراجع المؤلف عن هذا القرار. فبالتالي هو من حقه ان هو يتراجع ولكن فيه اثار كنونية هيتحملها بقى المؤلف في هذه الحالة. يعني طبعا زي ما قلنا هيعوض الناشر عن ما ايه? ما لحقه من ضرر. طيب في سؤال تاني دلوقتي. هل مسلا يقدر الناشر ان هو يجبر المؤلف على تنفيذ التزامه ولا لا? يعني مثلا فيه البعض مسلا الناشر اللي كان عايز مثلا اتطمن او يعني ان انا عايز اتطمن انه المؤلف مش هيتراجع مسلا. فانا انا عايز احط له نظام غرامة تهديدية. طبعا هذا الامر ايه? غير مقبول. وبالتالي لا يجوز اجوار المؤلف على تنفيذ التزامه باللجوء الى نظام غرامة تهديدية. لان ده برضو بيشكل ايه? اعتداءا على وفقا رأيي بعض من الفكر او جادب من الفكر شايف انه ده بيومسل اعتداء على الحرية الابداعية للمؤلف. يعني ما يفعش اقول المؤلف مسلا لازم تسلمني المؤلف بتاعك او المصانف بتاعك خلال مدة معينة او لازم تسلموني في الفترة ايه معينة. طبعا ده ما ينفعش. لذا ده زي ما احنا قلنا اعتداء على حق ايه? حق الادبي لمؤلف. لكن ده ما يمنعش زي ما قلنا انه ممكن بعد كده الناشر ايه? يعود عليه بقى بفكرة ان هو ايه? يعوضوا عن ما لاحقوا من ايه? من ضرر نتيجة تأخره او عدم تسليمه لهذا المصنف. طيب مش كده وبس. ده كمان لايه جزء للناشر اجبار المؤلف على تسليم مصنفه. تمام? حتى بالنسبة للدائنين. يعني مش بس كمان ده فيما يتعلك بالناشر. بمعنى ايه? بمعنى لو واحد مسلا المؤلف ده مديون. تمام? وكان هذا المؤلف او المصنف هيحل مشكلة. يعني هاي طبعا هيبقى فيه طبعا حقوق مالية وبالتالي الدائنين دول هياخدوا فلوسهم. فلو هذا المؤلف مديون وكان ليه دائنين ما يقدرش الدائنين ان هما يكبروا المؤلف على نشر مصنفه عشان خاطر ايه? عشان خاطر ياخدوا المقابل بتاعها كدائني. يعني واحد دلوقتي نتخيل ان في عندنا مؤلف. المؤلف ده عليديون وليه دائنين. الدائنين دول عايزين فلوسهم. فما ينفعش يكبروا. المؤلف له ايه? اعمل مصنف ونزله عشان ناخد ايه? الفلوس بتاعته. ده ما ينفعش. لان ده برضو اعتداء على الحق ايه? الادبي للمؤلف. ليه? لان هو زي ما قلنا من اساسيات الحق الادبي لمؤلف اتاحت المصنف لجمهور. وبالتالي انا لو لو دائن او ناشر او اي حد ما ينفعش ان هو يكبر المؤلف انه امتى يحدد له امتى يتيح هذا المصنف ايه? لجمهور. دي اول ايه? اول نقطة. النقطة اللي بعدها اتكلمنا فيها وردو من شوية اللي هو المؤلف بيحدد الوقت المناسب للنشر المصنف. يعني هو بيحدد ليه? حاجة تشوف مسلا هل المسألة دولة تتحمل ولا? هل الظروف الاجتماعية تتحمل ولا? هل هو مسلا دلوقتي يقدر ينشره ولا في حاجة مسلا بيفكر فيها يقدر يعملها قدام? كل ده القرار ده بيكون في ايد مين? بيكون في ايد المؤلف. طيب. النقطة الثالثة انه المؤلف هو اللي بيحدد كمان بقى ايه? بيحدد طريقة النشر. ازاي? هو بيحدد المصنف بتاعه ده هينشره تحت اي ايه? تحت اي شكل بمعنى. انه مسلا حل هو هيعمل رواية. الرواية دي القصة دي هيعملها في شكل كتاب? هيعملها في شكل مسرحي? هيعملها في شكل سينمائي? هو بقى مين بيحدد الكلام ده كله? المؤلف. هو عمل رواية. هيعملها هزاي. ممكن ينزلها في شكل كتاب. الناس تقرأ. او ممكن يعملوه في شكل بقى سينمائي كفيلم ينزل في السينما مسلا. او في شكل مسرحي ينزل في المسرحية. فمين اللي بيحدد الكلام ده كله? بيحدده المؤلف. وكمان ساعات مسلا هتلاقي انه مش معنى انه المؤلف اختار شكل معين انه هو تغطى عن بعض الاشكال الاخرى. او تغطى عن الاشكال الاخرى. لأ. ممكن يختار مسلا ودي بتحصل كتير جدا برضو. هتلاحظوها. يعني في بعض الافلام مسلا المشهورة جدا تريدها ناس ترواية. او ساعات مسلا بتنزل الرواية فتنجح فنعملها فيلم. او العكس. او فيلم بينجح فنعملو مسرحي. وهكزا. او نعملو مسلسل. فبرضو المؤلف مش معنى انه هو اختار شكل معين للنشر انه هو اتحرم من استغلال الاشكال الاخرى. لأ. ممكن ينزل باكتر من ايه? من شكل. يعني زي ما قلنا ممكن ينزل رواية الاول. وبعد كده لو نجحت هذه الرواية ممكن ينزل بقى مسلا في شكل ايه? سينما او العكس. فمين بيحدد الكلام ده كله برضو? ده قرار في ايد المؤلف. طيب في سؤال دلوقتي ممكن نسأله. لو المصنف ده اشترك فيه اكتر من واحد. يعني هنا عندنا اكتر من مؤلف لنفس المصنف. مين بقى فيهم اللي يقدر انه ايه? انه هو يتيح هذا المصنف للجمهور. ده سؤال. طيب السؤال ده ردت عليه المادة 174 من قانون الملكية الفكرية المصري. طيب قال لنا ايه? قال لنا انه اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم. ما لم يتفق على كتابة غير ذلك. يعني ايه? يعني دلوقتي لو عندي مصنف اشترك فيه اكتر من واحد. يعني مسلا ساعات يقول لك مسلا تأليف وتلاقي تلاتة اربعة مؤلفين. تلاتة اربعة اشخاص. طيب. طيب لو مش متحدد مين اقلف ايه? يبقى في الحالة دي خلاص هنعتبر ان اي وحد فيهم مؤلف وبالتالي يتمتعوا جميعا بايه? بهذا الحق الادبي. طيب حلو قوي. طيب لو عندي مصنف مشتق يعني ايه مشتق? يعني مسلا عندي واحد شارك مسلا في مصنف وهو جزء تخص بيهو. لكن في اطار مصنف اكبر. فمن حق مؤلف اللي هو المشتق اللي هو الجزء ده انه هو يتيحه للجمهور الجزء بتاعه. طبعا بدون مشاركة مؤلف المصنف الاصلي لكن من غير ما يضر بحقوق هذا المؤلف اللي هو المؤلف المصنف الاصلي. يعني ما يضرش بيه. بس فيقدر انه هو برضو ايه? يقدر انه هو يبقى مؤلف في معتابة جزئية بتاعته اللي هي ايه? المشتقد. طيب. دعنا نشوفها على تالتة. لو توفق المؤلف قبل نشر المصنف. يعني في واحد مؤلف رواية معينة او مقطوع مصنفية معينة وبعدين توفق. طيب احنا مش عارفين دلوقتي هو اللي هو كان عايز ينشرها ولا مش هينشرها ولا هيعمل ايه? طيب الحق ده بقى بينطق اللي مين? بينطق اللي يخلها فيه. وده زي ما نص المادة بيقول. ما لديك نص المادة في الاول وارجعوا لها. هتلاقي بتقول كده. انه تنطقل ايه? الى خلف والعين. طيب. مين خلفاء ودول? اللي هم ورسة المؤلف? او الموصلة لهم? او شركاء في انجاز المصنف. زي ما قلنا لهم اكتر من ايه? من واحد. يبقى هما دول اللي امها ايه? يقدروا انهم ينتقل لهم ايه? ينتقل لهم الحق في اتاحة المصنف للجمهور. وديك اتأول نقطة في اه الحق الادبي للمؤلف. طيب تاني نقطة. هما كلهم اربع نقطة. النقطة التانية بقى. النقطة التانية بتتكلم على حق المؤلف في نسبة المصنف اليه. حق المؤلف في نسبة المصنف اليه. يعني ايه? يعني انه هو حق ان يقول المؤلف ذا تحت. اختصار يعني. طيب ده معناه ايه? معناه انه المصنف ده لما بينشر بيكون مكرورا باسمه وبلقبه. باسم المؤلف يعني. انت لحظوها في ايه? لحظوا كده لما مسلا تسمعوا راديو. يقول لك مسلا اه خصوصنا للغنية الاديمة. يقول لك ايه? يقول لك مسلا اه اغنية مسلا اه لقوم كرسوم. يقول لك اه تأليف فلان. تلحين فلان. كده. يبه هو بيحدد لك ايه? انت يعني هون بيقول لك الاغنية دي مسلا مين المغنية? بيقول لك مين مؤلفة? بيقول لك مين الملحن? يبه هو هنا بينسب المصنف لمؤلفه. بضحك قده بيهو. بس فيديه فكرة بقى. ان هو بيكون المصنف مكرون بيه باسم الاغنب. تعال ايه راكتاب. هتلاقي تماما ايه? اسم المؤلف مكتوب على ايه? على الغلاف. اهو? ده برضو ايه? ده حق ادبي. طيب. تعالوا نشوف كده اه المادة اه الستة من اتفاقية بيرد. بتقول ايه? بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف وحتى بعد انتقال هذه الحقوق. فان المؤلف يحتفظ بالحق في نسبة المصنف اليه. يعني المؤلف هو اللي بيحتفظ بحق نسب في ايه? الحق في ايه? في نسبة المصنف اليه. زي ما قلنا. هو بينسب هذا المصنف يعني يقول المصنف ده بتاعنا. والبعض بيفسر ده بايه? بيفسر ده بانه من محصات المجتمع انه هو الناس تعرف المؤلف بتاع ايه مصنف موجود. يعني تعرف بيه. تعرف بيه المصنف ده. مين اللي عمله? وبالتاني طبعا سواء بقى كان هو هيحظى بتأييد او بنقد. نبقى عارفين احنا بنواجه تأييد ده لمين? او النقد ده لمي? هيبقى طبعا للمؤلف. وبالتاني ده من المنطقة احنا ايه? ان المؤلف طبعا بيحدد اه او هو بينسب هذا المصنف اليه. طيب. لما بيذكر المؤلف المصنف بيذكره بالطريقة اللي هو يحبه. بالطريقة اللي يختاره. يعني ايه? يعني هو مش مرزم بطريقة معينة. بمعنى. ممكن هتلاقيه حتى بعض الصحفي يروح حضط لك مسلا مقالة وهو اختار اسم معين. اسم الساخر معينة او اسم هو شايف ان هو ده اللي بيعبر عن شخصيته. فكتب اسمه مستعار. يبقى هو مش تازم يحط اسمه الحقيقي. فيه مسلا في الروايات بيحط اسمه الحقيقي. برضو بالشكل اللي ريحه. عايز يحط مسلا اسم هو الاسم مسلا اسم الشهرة. عايز يعني هو الاسم اللي ريحه. يستخدم رمز معين. او حروف. او اسم زي ما قلنا اسم مستعار. لو مسلا شخصية معينة مسلا هو بيتكلم عنها. عايز مش عايز يكتب اسمه. هو بالشكل الحقيقي. فهو يختار الشكل اللي هو ايه? الاسم. بطريقة اللي هو ايه? اللي هو يختاره. طيب. وبرضو المؤلف رغم ان هو ما كشفش عن هويته. يعني زي ما قلنا ما حطش اسمه الحقيقي. حط مثلا اسم مستعار او مسلا بعض الرموز او بعض او اسم شهرة مسلا بتعبر عن هويته. حتى لو هو ما استخدمش الاسم الحقيقي برضو بيتمتع بايه? بكافة الحقوق المالية والمعنوية على المصنف. يا ده مش بيحرمه من الحقوق المالية. وبالتالي يمكن كمان للمؤلف ان هو يكشف عن هويته في اي وقت. وطبعا هو بيمارس صراحياته عن طريق بقى الشخص الطبيعي او المعنوي اللي هو ايه? اللي هو كشف له عن هويته. لكن برضو ما يدرسش ما يدرش هذا الشخص آآ اللي هو اختاره ان هو يكشف عن هويته المؤلف بدون اذن. المؤلف بدون اذنه. ولو عمل كده طبعا يكون انتهك ايه? حقوق ايه? حقوق المؤلف المعنوي. زي مسلا تلقي مسلا واحد مسلا عمل بردنامج معين وجايب مقدم فيه شخصية معينة. شخصية بقى كرطنية عروسة اي حاجة. وهو مش قايل مين الشخصية دي او مش محدد مين اللي مقالف الشخصية دي. وهو خلاص هو عمل حاجة كده ايه? عمل حاجة اسمه مستعار بقى دي اسم تاني مختلف. طيب هو هنا ما كشفش عن هويته. دي الفكرة انا بحاجة بقرب لكم الفكرة. فهو ما الحقق ان هو ايه? ما يكشفش عن هويته. والحقوق المالية بتروح عن طريق حد بيدير ايه? هذا الامر اختاره طبعا المؤلف. وما يدرش هذا الشخص ان هو ايه? ان هو يبوح بهذا السر اللي طبعا بيئز من المؤلف. طيب. نخش بقى دلوقتي على النقطة التالتة. النقطة دلتة لبردت هشيكون ايه دا? احنا لسه في الحق الايه? الادبي للمؤلف. ننكرمي على حاجتين تيه تالتة حاجة. تالت حاجة ايه? ايه بقى حق سحب المصنف وتعديله. حق سحب المصنف احنا الاول قلنا تحضر الجمهور. وبعد كده اتكلمنا على ايه? على ان هو اه ينسب الى المؤلف. حق المؤلف في نسبة المصنف اليه. النقطة المصنف او يعدله. طبعا يسحبه بعد ان هو ايه انه خلاص كان اتيح الجمهور وبعدين ان هو اه عايز ان هو يسحبه مرة اخرى. طيب هل ده ممكن اه ممكن. فطبعا زي ما قلنا من حقوق الادابية للمؤلف انه هو يسحب المصنف. بس نخلي بنا من الحاجة. انه برضو هيكون المؤلف في هذه الحالة ملتزم بايه? بتعويض اصحاب حقوق الاستغلال المالي. يعني ما ينفعش مسلا يجي واحد مسلا زي ما قلنا ينشر كتاب وبعدين تيجي الناشر يطبع ويوزع وبعدين بعد ما يعمل كل ده يجي المؤلف يقول له لا خلاص انا هسحب ايه? المصنف بتاعي. طب ما يبقى فيه اضرار على الناشر. مش الناشر ده هو طبع وهو اضطر كمان ان هو يوزع ويتعاقد مع بعض الموزعين الاخرين. سويا مسلا داخل الدولة او خارجها. طيب ما كل ده في تكاليف. طب مين هتحمل هذه التكاليف المؤلف? يبقى هو من حقه يعمل كده لكن هو ايه? هيتحمل بقى تابعات كل ايه? هذه الامور. يبقى من حق المؤلف ان هو يسحب المصنف او يعدله لكنه هيكون ملتزم بتعويض ايه? اصحاب حقوق الاستغلال المالي. عن بقى اضرار الناشية عن ايه? عن سحب هذا المصنف او تعديله. القنون المصري نص على انه اه هذا التعويض بيكون بيطفع مقدمة. يعني بيطفع مقدما دي طبعا لما قالت ايه حقوق الاستغلال المال. ده طبعا عشان خادر يضمن برضو حقوق النشرين. ما بقاش النشر متخوف لاحسن المؤلف يرجع في كلامه مسلا او حاجة فحيصب ضرر. فبالتالي نص المشارع ان هو ايه? ان هو المؤلف بيعود مقدما ما قالت ايه حقوق الاستغلال المالي. تعويضا عادلا ايه? بيطفع في قدون اجل تحديده المحكمة. طيب. دي النقطة التالت. اخر نقطة بقى ان شاء الله معنا النهاردة. اللي هي نقطة رابعة. حق المؤلف في دافع الاعتداء عن مصنف. طيب ده معنى ايه? ان هو المؤلف طبعا اه ليه الحق ان هو يدافع عن المصنف بتاعه. طبعا ضد بقى ايه ضد اي تعديل او حزف او اضافة وما الى ذلك. وده في عندنا اه قضية. اه حكم بتاع محكمة اه في باريس. اه في سنة اه تسعمائة سبعة وتمانين. متعلقة بكتاب اسمه اه اه وده كان اه المؤلف بتاعه كان اه مايكل موريتس. وده اه الشخص ده كان هو يعني الناشر. الناشر بتاع الكتاب. اضاف بدون اذن المؤلف. بدون اذن صريح من المؤلف ان هو يضيف تمهيد في معلومات اضافية اه قدمها رئيس فرع شركة ابل. اه في فرنسا. وطبعا ده ما كانش يعني بسوء نية يعني ده كان بس مجرد ان هو اضاف. فالمحكمة في فرنسا اعتبرت انه الناشر مسؤول عن انتهاك حقوق الملكية الادبية للمؤلف اللي هو مايكل موريتس. ليه? لان هو زي ما قلنا هو اضاف على المصنف بدون اذن الايه المؤلف. وبالتالي من حق هنا بقى ايه المؤلف في هذه الحالة دفع الاعتداء عن ايه? عن مصنف. وبكده نكون انتهينا من شرح الحق الادبي للمؤلف. يبقى احنا الكلمة فيه النهاردة ده اللي هو جزئية المتعلقة بالحق الادبي للمؤلف. وإلى انا اراكم ان شاء الله على خير في المحاضرة القادمة. لكم مني عزي طلبة والطالبات كل التحية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر